المقاييس القسمانية الأخرى أول هذه المقاييس وأكثرها شهرة الميد أبر أرم سوركومفرانس الميد أبر أرم سوركومفرانس ويختصر بم يو اي سي مواك هو تست ميجرس مقياس فحص خاص يقيس السوركومفرانس للميد أبر أرم اللي هو القزء العلوي من الذراع على الذراع منتصف على الذراع والمواك مهم جدا حيث يمكن اختيار تحديد الأطفال الذين تتراوح عمارهم بين ستة أشهر إلى تسعة وخمسين شهر أي خمس سنوات والذين يعانون من الميل وبالذات النحافة والمعرضين لخطر الوفاة إذن يجب إحالة الأطفال الذين أعمارهم من ستة أشهر إلى خمس سنوات والذين لديهم قراءة أقل من 12.5 سنتيمتر يعني دخلوا في المدريت أكيوت من نيوتريشن والذين يقع محيط دراعهم ضمن المؤشر الأحمر أو الأصفر على الشريط الملون وكما سنرى في الشكل والقداول نحيلهم إلى أقرب مركز صحي أو مركز تغذية نحيله أو نيوتريشن سنتر نرى في القدول الموجود الريت طبعا سفير الناتريشنال ستات ستات سفير الأصفر اليلو موديريت الجرين هيلفي طبعا أقل من 11.5 سنتي يعتبر سفير يعني سفير أكيوت من نيوتريشن باختصار سام موديريت ما بين 11.5 إلى 12.4 من 10 سنتيمتر إذن هنا يلو موديريت أكيوت من نيوتريشن مام بالملي يصير 115 ملي و 11.5 يصير 115 12.4 124 مليمتر الهيلفي طبعا أعلى من 12.5 لكن بتشكل أدق أكيوريتي أعلى من 13.5 يعني ما بين 12.5 إلى 13.5 يسمى ميلت أكيوت ميل نيوتريشن صورة المواك لدينا مواكين المواك اللي في الأسفل أحمر أصفر أخضر هذا مواك الأطفال بينما المواك الأعلى طبعا أحمر أصفر أخضر تلاحظ أن الأصفر عن 23 ما بين 21 إلى 23 هذا مواك للنساء الحوامل البريغنينت واللاكتيشن ومن؟ النساء الحوامل والمرضعات طبعا الذي يوجد في كثير من المراكز الصحية أبيض وهذا الذي هو أبيض اللون يقاس فيه الهيد سيركمفرانس لكن لا يوجد لدينا هذا الشكل إلا أنه مشهور في كثير من الدول طبعا الميلت هو ما بين 21 إلى 23 ما فوق 23 بالنسبة لحوامل المرضعات يعتبر نورمال وأقل من 21 يعتبر سام كما هو ملاحظ في الصورة الأخرى طريقة القياس هذا الطفل ظهر في المؤشر أخضر اللون فهو نورمال طبعا كيف يتم القياس؟ طبعا يتم القياس بالبحث عن أعلى يعني وضع الدراع على هيئة 90 درجة والبحث عن أعلى قمة في الكتف top of shoulder بحيث أنها يأخذ المؤشر منها إلى أعلى قمة في المرفق البط وبالتالي في هذه الحالة يأخذ المقياس فإذا كان المقياس 30 إذن المنتصف يكون 15 وإذا كان المقياس 23 إذن المنتصف يكون 22 إذن المنتصف يكون 11 وإذا كان 23 يكون 11.5 بعد ذلك يتم تعيين المنتصف الرقم المنتصف بواسطة بين أوربين أور أي قلم ويفضل أن تكون سنة القلم غير حادة ثم يوضع المواك في هذه الحالة بدون أي شد أو ارتخاء على الذراع وبالتالي في هذه الحالة يتم القياس وأخذ ترجمة نانسي قنقر